في سياق مكافحة الفساد كشفت هيئة النزاهة عن صفقات فساد في دائرة صحة محافظة صلح الدين بمبلغ يقدر بأكثر من مليار دينار هيئة النزاهة أكدت أنها ضبطت سجلات الإدخال والإخراج المخزني في دائرة صحة المحافظة وكشفت وجود نقص في المواد بأكثر من 600 مليون دينار فضلا عن وجود حالات مغالاة في أسعار الشراء مبينة قيامه بضبط وصولات صرف وهمية لشراء الوقود بمبلغ يصل إلى 500 مليون دينار خلال المدة ذاتها